سواح الخير في هذا الفيديو أريد أكمل حديث أمس عن الوعي بالأنظمة والتقنيات التي نستخدمها سأكمل من حيث توقفت فتحدثنا في الفيديو السابق أن هناك علينا أن نعرف هذه الأنظمة التي نستخدمها و هذه التقنيات التي نستخدمها قد دبتوا جميلة جدا وتساعدنا على القيام بالأعمال وهي كذلك لكن بنفس الوقت قد يكون هناك شيء مخفي يجري خلف الكواليس الذي يقوم بالتجاسس على المستخدمين أو استخدام معلوماتهم وأيضا تحدثت عن موضوع أن الطريقة التي تقدم بها الشركات التجارية هذه الأنظمة و هذه التقنيات أو هذه البرمجيات تجعل من المستخدم لهذه التقنيات مستخدم قالب مجرد قالب مخصص لها لأنه لا يمكن أن نخصص كثيرا في هذه البرمجيات إلا بالطريقة التي فرضتها الشركة الأوم أو الشركة المصنعة فبالتالي مع مرور الوقت سنجد أن كل البشر نفس البشر كلهم واحد يعني تجد مثلا مليون بشري لكن كلهم نفس القالب نفس التفكير نفس كل شيء لأن بكل بساطة كلنا سنكون خاضعين للطريقة التي اخترعت هذه الشركة لإنشاء الأمور يعني مثلا أنا أريد أن أكتب ناص على جهاز اللابتوب مثلا فليس بالضرورة أن أكتبه كما قالت شركة مايكروسوفت أن علي أن أكتبه أو بنفس الطريقة التي صنعت فيها مايكروسوفت وورد فربما أنا أريد مثلا تعديل بسيط على مايكروسوفت وورد حتى يلائم استخدامي أو ربما أحتاج أن أستخدم منتج آخر مثلا غير مايكروسوفت وورد نهائيا لماذا دائما سيكون الخيار مثلا بتحرير النصوص هو مايكروسوفت وورد مثلا لماذا دائما الخيار مثلا لأن أعدى الفيديو أن يكون مثلا البرنامج الفلاني لماذا الخيار أن يكون مثلا أن أقوم بتعديل على الصور أن يكون دائما فوتوشوب لماذا هذه الخيارات المحدودة التي ستجعل بالنهاية كل البشر خاضعين لتطوير شركة واحدة يعني هذه الشركة إذا قامت بتطوير الميزة الفلانية فنحن سنستخدمها إذا لم تقوم بإنشائها أو تطويرها فنحن لن نستخدمها فبالتالي نحن نظن أننا أحرار باستخدام هذه التقنية لكن فعليا نحن مكبلين لأننا لن نرى إلا شيء واحد يعني نحن مثل الشخص الذي يعيش في الكهف لا يرى سوى الكهف أمامه لا يرى العالم الخارجي أو الذي يعيش في البئر لا يرى سوى ماء البئر أمامه ولا يرى أن هناك بحر في الطرف الآخر ربما أو يوجد نهر أو يوجد بحيرة فقط يرى هذا البئر فيرى مثلا ماء البئر ويعتقد أنه لا يمكنني إلا أن أشرب إلا من ماء هذا البئر لا يوجد ماء بحر لا يوجد ماء نهر لا يوجد ماء نبع لكن فعليا نحن كبشر مبدعين جدا ويمكننا أن نقوم بكثير من الأشياء يمكننا أن نصمم الكثير من الحلول لمشكلة واحدة فلماذا نحن دائما نريد أن نكون خاضعين لشركة واحدة أو شركتين حتى لماذا؟ لماذا لا نقوم بالأشياء بأنفسنا أو نسأل شخص نعرف أن يقوم بالأشياء لنا حسب اهتمامنا أو حسب استخدامنا أو حسب تفضيلنا لهذه الأمور فعندما نطرح هذه التساؤلات نصل لفكرة أن كما هناك احتلال عسكري للبلدان كما هناك احتلال ثقافي للبلدان أيضا هناك احتلال تقني احتلال تقني لكن الاحتلال التقني لا يعرف الحدود يعني لا يعرف أن سأأتي مثلا إلى البلدة الفلانية فاحتلال تقني يكون على مستوى العالم ويكون من قبل الشركات فعندما لا نسمع إلا باسم واحد لمجال معين فهذا يعني هناك احتلال تقني للعقول ويوجد تكبيل لهذه العقول نحن بسجن هذه الشركات بسجن استخدام أو الطريق الذي وضعته هذه الشركات فعلينا أن نكون أحرار بهذا الموضوع في عام 1985 انتبه شخص أو حتى قبل هذا العام انتبه شخص اسمه ريتشارد سورمان لهذا الموضوع أن أنظمة التشغيل الكود الخاص بها هو كود مغلق الموجودة في ذلك الوقت كانت أنظمة تشغيل يونيكس وغير ما يماثلها من أنظمة التشغيل أعتقد كانت موجودة ولكنها انقرضت لا نسمع بها فانتبه لهذا الموضوع وقال نفس النقاط التي قلتها قبل قليل أثارت اهتمامه أن مثلا لماذا لا يكون للمستخدم الحرية أن يرى الكود الخاص بأنظمة التشغيل ويعدله بالشكل الذي يريد وبالشكل الذي يحب دون أن يكون هناك أي عوائق أمامه خاصة بالقانون أو بالكوبيرايت لو أو بالقانون الحقوق الملكية ريتشارد ستولمت بالنظري أو بالنظر الكثيريا أنه كان شخص جدا ذكي وعبقري ليس فقط لأنه قام بالأشياء التي سأتحدث عنها بهذه السلسلة ولكن أيضا لأنه فهم كيفية التصدي لهذه الأمور الخاصة بالشركات الاحتكارية في ذلك الوقت أو الشركات اللعونا لا نقول احتكارية دعونا نقول الشركات التي أغلقت الكود الخاص بها ولا تريد أحد أن يعرف ما هو لا تريد أن تجعل الناس يروا هذا الكود ولا تريد الناس أن يعدلوا عليه بشكل خاص أتحدث عن أنظمة التشغيل قام بإنشاء ترخيص خاص به يعني ترخيص يعني بدلا أن تقول أنت القانون يعمل ضدي أنت تنشأ مثلا ترخيص جديد أو اتفاقية جديدة تعمل تحت القانون تحت مضلة القانون وتدافع بها عن حقوقك وهذا الشيء جدا يعني عندما قرأته أذهلني فعليا لا أعرف إذا أذهلك بنفس الصورة أنا لا يعجبني شيء في هذا العالم لكن أنا أفعل شيء معين حتى أقوم بتغييره كيف أغيره بطريقة بأي طريقة بأي شيء أنا أجده مناسبا فريتشارد ستولمن وجد هذا الشيء مراسب أن أنتم تقولون أن لا يمكننا التعديل على الكود الخاص بكم لا يمكننا أن نرى الكود الخاص بكم لأن لديكم اتفاقيات حول ذلك أيضا نحن لدينا اتفاقية خاصة بنا نحن لدينا أيضا يمكننا أن ننشأ اتفاقية خاصة بنا وندرج برمجياتنا تحت هذه الاتفاقية وهنا بدأ الموضوع مع الاتفاقية General Public License التي اسمها جي بي أل مشهورة جدا وهذه الاتفاقية تنص على التالي أن البرنامج الحر لاحظوا الكلمة الحر أو بالإنجليزية free يجب أن يمتاز بأربعة صفات أساسية أو أربعة خصائص أساسية الأولى هي أن يمكنك أن تستخدم هذا الكود الذي أنت أو هذا البرنامج لأي استخدام تريد أي استخدام تريد وكلمة أي استخدام يعني يمكنك أن تستخدمه في المدرسة يمكنك أن تستخدمه في الجامعة يعني لأسباب أكاديمية يمكنك أن تستخدمه مثلا في الشركة يعني لأسباب تجارية يمكنك أن تستخدمه مثلا في البيت يعني لأسباب شخصية يمكنك أن تستخدمه في أي مجال كان يمكنك أن تستخدمه في علوم الفضاء يمكنك أن تستخدمه في علوم الطبخ مثلا يمكنك أن تستخدمه في علوم في علم الصواريخ هذا البرنامج يمكنك أن تستخدمه في أي مجال كان وأيضا يمكنك أن تستخدمه لأي سبب كان جيد فلا يوجد هنا محدودية الاستخدام لهذا البرنامج أيضا يمكنك أن تعطي نسخة لهذا البرنامج لأي شخص تريد يعني مثلا أنا أعجبني برنامج معين برنامج حر فري سوفتوير معين أعجبني فأنا يمكنني مثلا أن أعطيك نسخة منه وأنا محمية بالقانون أنا لا أقوم بأي شيء ضد القانون لا أقوم بشيء عكس القانون بالعكس أنا مع القانون لأن اتفاقية هذا البرنامج تنص على ذلك تنص على أن يمكنك أن تستخدم البرنامج لأي شيء تريد يمكنك أن تعطي أي شخص تحب البرنامج لكي يجربه مثلا أو يستخدمه أو ربما أضعه على الانترنت يعني أرى البرنامج أضعه على الانترنت وأقول لكم مثلا استخدموه أنا مع القانون هذا الشيء لاحظوا عكس الاتفاقيات التجارية أو الـ commercial license التي تقول أن يعني أنت تشتري نسخة واحدة يعطيك نسخة واحدة يعني مثلا أنا أريد أن أشتري مثلا برنامج الفوتوشوب سأشتري نسخة واحدة يقول لي لا يمكنك أن تعطي هذا البرنامج لصديقة أو صديقك لا يمكن كذلك هذه نسخة فقط لك بالتأكيد أنا ربما أقوم بإعطاء صديقتي البرنامج برنامج الفوتوشوب لكن هذا غير قانوني لأنني لم أشتري نسخة لها لم أشتري ترخيص لها أنا أشتري الترخيص لنفسي وهذا الموضوع هو الخاص بالـ commercial الترخيص التجارية أيضا أنتم عندما تقومون مثلا بنشر مثلا نسخة من برنامج تجاري مثلا دعونا أقول فوتوشوب على الإنترنت هذا شيء غير قانوني هذا لا يدعمه القانون وأيضا لا يدعمه أخلاق الأخلاق لا تدعمه لأن هذا العمل هو تابع لشركة فلانية هي التي طورت هذا العمل لم تسمح لنا باستخدامه لا يمكننا أن نستخدمه إلا ضمن شروطها وهكذا نكون تحت مضلة القانون أيضا نكمل خصائص النظام الحر أو خصائص السوفتوير الحر أو free software الخصائص هي بكل بساطة قلنا أن يمكنك أن تستخدمه لأي سبب أو لأي هدف يمكنك أن توزعه تعطيه لأصدقائك أو تنشره على الإنترنت عادي جدا الموضوع الثالث هو أنك يمكنك أن تعدل هذا البرنامج يعني مثلا أنا وجدت مثلا جاءني برنامج يعني جيد جدا ممتاز برنامج حر أو software free software حر جاءني وأنا أعجبني جدا لكن كانت هناك بعض الأمور التي أود أن أغيرها فيمكنني من حقي من حقي أيضا أنا تحت مضلة القانون ومن حقي أن أقوم بالتعديل على هذا البرنامج وأخصصه بالشكل الذي يعجبني سيكون معي الكود الذي من خلال اهتمى بناء هذا البرنامج يمكنني أن أعدل عن هذا الكود وهذه النسخة المعدلة التي أنا أنشأتها يمكنني أن أستخدمها بيني وبين نفسي أو مع أصدقائي مثلا أو يمكنني أن أنشرها على الإنترنت أقول أن هذه النسخة أنا عدلتها من البرنامج الفلاني تفضلوا الذي يعجبه هذا التعديل يمكنه أن يستخدمه ومرة أخرى هذا كله شيء قانوني وشيء أخلاقي لأنه مندرج رحت الاتفاقية هذا البرنامج البرنامج الحر أو الفري سوفتوير الموضوع الرابع هو أنني قلته قبل قليل حقيقة أنا قلت أن يمكنك أن تعدل على النسخة ويمكنك أن توزعها فإذاً هذا هي الموضوع فإذاً سأكرر الصفات الأربعة للبرنامج الحر هو أنه يمكنك أن تستخدمه لأي هدف كان لأي سبب في أي مجال كان يمكنك أن تقوم بي يمكنك توزيع هذا البرنامج بأي شكل تريد من حقق ذلك يمكنك أن تعدل على هذا البرنامج ويمكنك أن توزع نسختك المعدلة جميل فهذا هو البرنامج الحر الذي وضعه ريتشارد ستولمان والذي دافع عنه يعني هو شخص يعني كيف نقول كلمة ناشط الآن في عصرنا طبعاً كل النشطاء في عصرنا لا يقومون بأي عمل مفيد للأسف لكن الناشط ريتشارد ستولمان كان فعلاً ناشط في مجال التقنيات كان فعلاً ناشط بالمجال الحفاظ على حقوق المستخدم هذه الأساسيات التي وضعها ريتشارد ستولمان لم يضعها فقط بشكل نظري يقول أن البرنامج الحر هو كذا وكذا وكذا لا طبعاً أنا أتحدث الآن عن ريتشارد ستولمان ليس الهدف هو تمجيد ريتشارد ستولمان بالتأكيد هو قام بعمل رائع وجميل وهو يستحق فعلياً التمجيد صحيح حقيقة لكن أنا لا أتحدث لتمجيده أنا أتحدث فقط عنه كمثال أتحدث عن أفكاره لأنه فعلاً أفكار جميلة ورائعة وأيضاً أتحدث عنه كمثال لأن ما فعله ريتشارد ستولمان أي شخص منه يمكنه أن يفعله في مجال آخر فالشخص الواحد لا يعني أنه إذا كنت أنت وحيداً لا يعني أنك أنت بلا قوة وبلا سلطة فحتى لو كنت أنت وحيد بأفكارك بذكائك بنموذجك الفكري برؤيتك أنت قوي وهذه الأشياء التي يجب أن أقولها مرة أخرى بنموذج تغيير الحقيقي يجب أن أطرح مثال ريتشارد ستولمان في سلسلة التغيير الحقيقي حتى نتحدث أكثر كيف يمكننا أن نغير أكثر كأشخاص وبشكل سهل جداً بشكل أوتوماتيكي فقط نكون ما نكون وندافع عن ما نحب فقط نعود لآن فكرة ريتشارد ستولمان لم يكتب فقط هذه الأشياء هو مرة أخرى وضعها في اتفاقية هذه الاتفاقية أشرف عليها محامين وهؤلاء المحامين قاموا بتسجيل هذه الاتفاقية في أمريكا وبالتأكيد هي مطبقة في العالم هذه الاتفاقية تعني إذا أنت كتبت برنامج أنا الآن كتبت برنامج أريده أن ينتمي لفلسفة البرنامج الحر بكل بساطة أذهب وأكتب هذا برنامجي يخضع لاتفاقية جي بي أل ويعني اتفاقية جنرال بوبليك لايسنز وأيضاً ماذا أفعل أقوم بوضع نسخة من هذه الاتفاقية مع البرنامج الخاص بي الآن أصبح برنامجي محمي باتفاقية جي بي أل ولديه أنا أمنح المستخدمين برنامجي الحقوق كاملة من خلال هذا الموضوع أيضاً ريتشارد سلمان لم يتوقف عند هذا الحد لم يقل أنا فقط قمت إنشاء الاتفاقية والترخيص وانتهينا لا فعلياً هو قام بتطوير بعض الأدوات الحرة التي تماثل الأدوات التي كانت مدفوعة في ذلك الوقت يعني كان هناك نظام يينوكس مثلاً كانت فيه بعض الأدوات المفيدة فعلاً التي يحتاجها الناس لكنها هي أدوات مغلقة ومدفوعة فهو ماذا فعل قام بإنشاء هذه الأدوات شيء مماثل لها ولكن وضعها بشكل حر هو أنشأها هذه الأدوات اسمها GNU Tools وطبعاً معروفة جداً الآن النظام تشغيل لينوكس هو نصفه من هذه الأدوات ونصفه من الكيرنل وهو الكيرنل هو أساس نظام التشغيل الذي يقوم بالتفاعل مع أدوات التي يتكوننها الحاسوب أو مثل البروسيسور والرام والإنترفيسز يعني مثل الكاردس مثل نيتورك كارد فيديو كارد وهكذا طبعاً أنت ليست بدعي أن تفهم هذه الأمور حالياً شيئاً فشيئاً سأحدثكم أكثر عن هذه الموضوع ونفهمها معاً فأعتذر إذا تحدثت عن شيء تقني للغاية وأنت لا تعرفه لا تقلق لا تقلق حول ذلك يمكنك إذا كنت تستمع إلي وأعجبك هذا الحديث ولم تفهم نقطة من الحديث أكتبها في خان التعليقات فأنا خلال هذه السلسلة سأعيد التحدث والشرح هذه النقاط لأنها يعني مهمة لا تخجل إذا لم تفهم شيء ربما تعتقد أنه بسيط جداً فقط أكتب في خان التعليقات وأنا سأوضح لك أنا أعطيك هذه الفرصة أن تسأل وأنا سأجيل ممتاز يعني ريتشارد ستولمان مرة أخرى نوك كيلر نوك كيلر ماذا فعل؟ بداية وهو تنبه لموضوع خطر هذه البرمجيات خطر أنظمة التشغيل الذي تحدثت عنهم بالفيديو السابق وفي أول هذا الفيديو فقام بإنشاء مصطلح جديد اسمه فري سوفتوير هذا المصطلح الجديد بعرفه ريتشارد ستولمان ما هو الفري سوفتوير ووثق بالقانون هذه الأمور التي يجب أن يكون عليها فري سوفتوير أنشاء اتفاقية خاصة لهذا الموضوع بإشراف القانون وثم بعد ذلك طبعا أو خلال كل هذا العمل لا أعرف ماذا قام ماذا حدث أو شيء الذي قام به أولا لكن قام ريتشارد ستولمان بتطوير أدوات أدوات تغني المستخدمين عن الأدوات المغلقة أدوات مفتوحة وأدوات حرة طبعا خلال هذه السلسة ستحدث عن فرق بين كلمة مفتوحة وفرق بين كلمة حرة حرة ومفتوحة يعني كلمتين متقاربتين لكنها لكنهما مختلفتين جيد؟ أيضا ريتشارد ستولمان وضع معيار للأنظمة الحرة وهي كالتالي هو أنه عندما تقوم بتعديل نسختك يجب أن تكون النسخة المعدلة أيضا ضمن اتفاقية جي بي أل والسبب لماذا لماذا يجب أن تكون النسخة المعدلة من النظام يجب أن تكون أيضا تحت نفس النسخة والسبب أن لا يريد ريتشارد ستولمان أن تذهب هذه النسخة للأنظمة المغلقة ماذا يعني ذلك؟ يعني ربما أنا أعدل نسخة من البرنامج الفلاني الحر Free Software X مثلا قمت بتعديل نسخته وقمت بأخذ هذه النسخة وماذا فعلت؟ أغلقت النسخة المعدلة وماذا فعلت أيضا وضعتها تحت اتفاقية أخرى اسمها اتفاقية مثلا الكميرشل أو اتفاقية تجارية هذه اتفاقية تجارية ماذا بداخلها؟ بداخلها يوجد نظام حر فعليا نظام كان حر فعليا لكن أنا عندما عدلته حاولت اتفاقيته إلى اتفاقية كوميرشل هل هذا الشيء يجوز فعليا؟ نعم أنا قمت بذلك يجوز لكن ريتشارد ستولمان حدد هذا الموضوع قال إذا كانت تريد أن تعدل نسخة من برنامج موجود تحت اتفاقية جي بي أل فيجب النسخة المعدلة أن تكون تحت اتفاقية جي بي أل وبالتالي بهذا الشيء هو حصر أن الأنظمة الحرة ستبقى حرة ولن تصبح مغلقة في يوما من الأيام لأن إذا قمنا بهذا العمل ولم ينتبه ريتشارد سولمان أو منظمة لهذا الموضوع كانت أصبحت نصف الأنظمة الحرة أصبحت الآن بأنظمة مغلقة وكل العمل المجتمع سيذهب هباء منثورة وستحول للشركات التجارية التي لا تنتظر دقيقة واحدة لاستغلال عمل الآخرين فالآن أريد أن أنهي هذا الفيديو لكن أريد تحدث عن بعض الأشياء بشكل سريع أنا دائما أقول ريتشارد سولمان أنا لا أحب أن أسمي الأشخاص أنا لا أحب أن نقول الشخص الفلاني قام بكذا وكذا وكذا لا أحب ذلك لكن سنستبدل ريتشارد سولمان بالمنظمة باسم منظمته اسم منظمته Free Software Foundation فالآن عندما أريد أن أتحدث عنه عن هذا الشخص أريد أن أتحدث عن Free Software Foundation عن المنظمة الخاصة به بالتأكيد بالنهاية هو بدأ هذا العمل بنفسه لكن مع مرور الوقت أصبح هو عمل فريق كامل وعمل منظمة كاملة التي نقدرهم جميعا أنا كشخص معجبة بعمل ريتشارد سولمان جدا أنا معجبة بالأفكار التي لدي معجبة بالأمور التي يعني بالذكاء بالفطنة السريعة التي تنبه لها ريتشارد سولمان فورا نحن الآن نتنبه لها يعني أنا فكرت بهذا الموضوع منذ سنوات منذ سنوات أنا خطرت ريالي هذه الأفكار وتعرفت على ريتشارد سولمان وتعرفت على أفكاره لكن ريتشارد سولمان يعني عمله من قبل 85 يعني هو شخص جدا فطن ليتفطن لأخطر الأنظمة المغلقة والأنظمة التجارية ففعليا أنا معجبة بهذا الشيء لكن مع ذلك لا أحب مرة أخرى أن نمجد الأشخاص لأننا مللنا بالوطن العربي من تمجد الأشخاص نريد أن نمجد الأفكار جيد فدعونا نمجد فكرة ريتشارد سولمان نمجد فكرة المنظمة الخاصة به ونحاول أن نضيف إليها إذا أعجبتكم طبعا هذه الفكرة بالنسبة لي أعجبتني ما رأيكم هل أعجبتكم هذه الفكرة ما رأيكم بهذا التوجه طبعا بالتأكيد هناك أفكار كثيرة أو أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع من ضمن هذه الأسئلة كيف أنا أقوم بكتابة سوفتوير وأرسله مجانا للإنترنت لينازله ماذا سأستفيد ماديا هذا السؤال أيضا سؤال آخر هو أن ماذا تعني فعليا كلمة free هل هي تعني أن free هي يعني أن مجاني لا يتم الدفع فعليا لا لا يعني ذلك دعونا أشوقكم للدرس القادم الذي سنتحدث فيه عن هذه النقاط نقول هل free يعني free يعني مجاني وأيضا كيف سأستفيد من السوفتوير الذي يتم عرضه من الأنظمة الحرة وهل أنظمة الحرة تستفيد فعليا ماديا سأجيب عن هذه الأسئلة لاحقا فأكملوا معي هذه السلسلة وألقاكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر